السلام عليكم ازيكم شباب عاملين ايه? والهن بيكم من جديد على قناتكم قناتنا بالمعلومات على اليوتيوب. آآ النهاردة بازنا الله هنتعرف ازي نعمل آآ مشاركة على آآ من على اليوتيوب لأي فيديو مسلا لو انا مسلا عندي قناة او داخل على آآ فيديو معين على اليوتيوب. وحبيت اعمل مشاركة للفيديو ديو تهي على الفيسبوك ويتنشر تلقائي على اليوتيوب. ده اللي هنتعرف عليه النهاردة وازي هنعرف نعمل آآ الطريقة دي ياتي. احنا كنا قبل كده ربطنا آآ حسبنا بالفيسبوك بتويتر. وقلنا عشان آآ اي منشور احنا بننشره بيتنشر على الفيسبوك بيروح تلقائي على تويتر. آآ حضرتك منكم تطلع على الفيديوهات. وتنزل على العفوا ان انت فاصل هوري كان دلوقتي الفيديو اللي هو موجود على القناة ازاي تد اه تحول آآ او تربط عفوا تربط التويتر بالفيسبوك بحيث انك ما تنشر اي فيديو يوصل آآ على طول على تويتر تلقائي. ده طبعا الميزة دي ياتي موجودة عندنا واحنا كنا ربطنا قبل كده آآ تقدر تشوف الفيديو وتربط الحساب بتاعك تويتر بالفيسبوك عشان تعرف احنا بنتكلم عن ايه زي ما احنا شايفين هنزل تحت كده طريقة ربط تويتر بالفيسبوك هو الفيديو دويتي حضرتك ممكن تنزل عليه على القناة وتشوفه وتربط الحساب بتاعك وتابع معنا الشرح بتاع النهر ده. هنيجي فيديو زي الفيديو دوت لنا لسه ما عملتلوش مشاركة هنيجي نعمل كده. هنعمل له مشاركة دلوقتي ونشوف دلوقتي آآ هل آآ هو منشور على تويتر ولا لأ وهنشوف دلوقتي قدامنا هنروح على تويتر زي ما احنا شايفين كده هنقض بس الرابط ده وانتظر بس هنا نروح على جوجل ونضيف الرابط بتاع تويتر بتاعنا ونشوف هل يا طرق آآ عنوان الفيديو ده موجود على تويتر ولا لأ ونشور على تويتر ولا لأ ده اللي هنشوف دلوقتي زي ما احنا شايفين كده ده اخر فيديو انا نزلته وعملت له مشاركة على الفيسبوك اتنشرت القائع على تويتر. طبعا ما فيش اي حاجة ظهرة زي ما احنا شايفين ما فيش اي حاجة ظهرة تدل على الفيديو بتاعنا لسه متنشرش. هننشر دلوقتي وهنشوف. هنطلع بس من هنا. هنيجي على الفيديو اللي احنا عايزين نعمل له مشاركة او ننشره على الفيسبوك ونيجي ونيجي ما ناخدش الرابط اللي فوق ده جماعة ونروح على الفيس ونعمل مشاركة او نضغط اه او نحط لسك. هنيجي بس على كلمة مشاركة هنا. ونيجي على الايكونة بتاعة الفيسبوك نضغط عليها. وننتظر قليلا لحين ما تفتح لنا الصفحة. آآ زي ما احنا شايفين كده جاب لنا الفيديو بالشكل ده. وآآ هجيب لنا شوية اختيارات هنشوفهم دلوقتي. اول حاجة يا جماعة اللي هو انا عملت النشر دلوقتي هنشر لي على الصفحة الشخصية بتاعتي. قالوا هي دي. هندخل دلوقتي بس على صدنا الشخصي ونشوف دلوقتي الصفحة اللي مجولة عندنا وعشان ما انا يعشف خطأ. وبترجع تقول لي ما اعملش نشر بعد ربط آآ فيسبوك بتويتر. هنشوف دلوقتي ازاي انا بنشر وبطلقاء ايه بيروح على تويتر. زي ما احنا شايفين كده ده الصفحة الشخصية بتحت عفوا النشرات. آآ زي ما احنا شايفين كده دي الصفحة الشخصية بتاعتي اللي المفروض آآ انا بنشر عليها اي حاجة يعني. فالمفروض انا آآ دي صفحة نبض المعلومات دي بتاعة الموقع طبعا وبتاعة القناة. زي ما احنا شايفين كده دي الصفحات اللي انا باديرها. النبض المعلومات الحق والضلال سوق كوم. فانا اختار نبض المعلومات زي ما احنا شايفين كده. طيب بعد ما تفتح الصفحة دي هنروح على المنشور بتاعنا. آآ هنا نيجي على مشاركة آآ في اخر الاخبار او الكصص زي ما احنا شايفين. ونيجي على مشاركة على الصفحات اللي ازي آآ اللي احنا بنديرها. لو ضغطنا عليها كده. بيجيب لك هنا. انت هتظهر دلوقتي الصفحات اللي انا باديرها. بتقدر تختار منها الصفحة اللي انت عايز تنشر عليها. هنشوف دلوقتي كل حاجة. بس هو ضعيف شوية. لسه بتفتح ايه الصفحة بتاعتنا صفحة نبض المعلومات الخاصة بالموقع والقناة. اه زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. ظهرت لينا عند المنشور اللي احنا هنعمل له نشر او مشاركة. آآ الصفحات من ضمن الصفحات لو انا ضغط كده لو انا عندي صفحة واحدة هتبقى ظهر صفحة واحدة ولكن انا عندي صفحات باديرها من ضمنها برضو نبض المعلومات. لو انا اخترت نبض المعلومات وعملت من نشر طبعا تلقاء نشر على الصفحة. ولكن مش هيتم نشر الفيديو على تويتر. ليه? لان الخاصية دي آآ تلقت من اخر تحديث كنا بنشر عادي جدا على الصفحة فبتنشر على تويتر. للوقت لازم تعمل حاجة. هنعمل هنرجع على اول اختيار من فوق زي ما احنا شايفين. آآ مشاركة في اخر لاغبار او الكصة زي ما كانت موجودة. وهني جي نعلم على آآ آخر لاغبار زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ونخليها العامة والعامة زي ما احنا شايفين بشكل ده. ونعمل نشر على الفيسبوك. بنجرد ما انا بنشر من هنا. على الصفحة الشخصية بتاعتي اللي هي دي. دي يا جماعة. اللي هو تبع الحساب هنا. اهي. لو انا رحت كده على الصفحة الشخصية بتاعت كده. هنلاقي المنشور بتاعنا اتناشر اللي انا لسه نشر دلوقتي. يعني انا لسه نشر دلوقتي ونشوفها دلوقتي على تويتر. عاوز اي ما احنا شايفين كده يا جماعة. اضف نفسك داخل الستوديو بكل سهولة. دي ما احنا شايفين دي اخر فيديو. انا عملت له آآ نشر. هروح دلوقتي على تويتر ونشوف هل اتناشر على تويتر ولا اذا. هنعمل تحديث للصفحة. هيا يا جماعة نزل اهو الفيديو. بدون ما تمتلك آآ آآ مكتب او استوديو اتناشر طلقائي من الصفحة اللي هي صفحة الشخصية. ولكن آآ آآ احنا عايزين ننشره على آآ دلوقتي نشر الفيديو على برضو على الصفحة بتاعة القنع هنضغط كده برضو كمان مرة. وهنيجي بكل بساطة هنضغط على الصفحات اللي هينديرها. ونتظر لحين ما تظهر. يجي على الجروب بتاعنا او الصفحة اللي تابع الموقع والقنع. انا اعمل نشر عليها كمان مرة اهو زي ما احنا شايفين. انا هعمل للوقت نشر. كده انا عملت نشر كمان على الصفحة بتاعة نبض المعلومات. لو انا ضغط انا دي الصفحة الشخصية بتاعتي. ولكن نبض المعلومات هاي. هنضغط دلوقتي على الجروب بتاعنا. اللي تابع للقناة. والموقع. هنيجي على الصفحة الرئيسية. زي ما احنا شايفين كده. عمل اللي نشر للفيديو. ننتظر بس الحين ما يحمل اهو. اتنشر الفيديو عادي جدا على الصفحة آآ بتاعة الموقع والقناع باسم نبض المعلومات هاي. ولكن ما اتنشرش كمان مرة يعني. هو اتنشر مرة واحدة اللي انا نشرته فيها. لو انا عملت التحديس كده على تويتر. انا المفروض نشرته مرتين. نشرته مرة على الصفحة. ونشرته مرة على الصفحة بتاعة الموقع. المفروض زي ما احنا شايفين كده نشر مرتين. لا هو نشر له مرة واحدة اللي انا نشرتها الاول آآ على الصفحة. ده كان نبضة بسيطة زي تعمل مشاركة وتتنشر على تلقاء على تويتر. ما تنسوا يا جماعة بلايك الفيديو لو عجبكم شراكة الفيديو على ما كانت وصلت لاجتماع وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.